السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد معنا مسألة بسيطة جدا لتحويل الوقت الـ 12 ساعة للوقت الـ 24 ساعة لما يجي حد يقولك الساعة بالوقتي 20-30 معناها ان الساعة بالوقتي 8.5 مساء يعني بعد العيشة مثلا لانه 12 ساعة الأولانين وضيف عليهم 8 اللي هي بعد الظهر مثلا فبقيت الساعة 20-30 زي كده بص هنا بسيطة لو انت عندك مشكلة في موضوع الوقت والـ AM والـ PM والحاجات دي هتعرف هنا انه مسلا الساعة 12 AM دي اللي هي الـ Midnight بداية اليوم الجديد انا دلوقتي في المسألة بتاعتنا محتاج ابدأ من اليوم الجديد اشوف الساعة كام دلوقتي وابدأ احسب من اليوم الجديد يا جماعة اللي هو من بعد منتصف الليل جات مسلا الساعة واحدة الساعة واحدة دي معناها ان الساعات بتاعتنا بتبدأ من رقم واحد فالساعة لسه واحدة في بداية اليوم غير لما اقول لك دلوقتي ان الساعة 13 13 دي معناها واحدة بعد الدور. خليني نخش في الموضوع عطول مسألة بتاعتنا سهلة جدا بازن الله. ومش هيكون فيها اي مشكلة. طيب احنا هنعمل بتاعنا مباشرة ونعتبر ان احنا هنبدأ اليوم بتاعنا من بداية منتصف الليل انتهت وهنبدأ بعد كده اليوم الجديد. فانا هقول له في بتاعي لو التوقيت اللي انا فيه ده دلوقتي اي ام بالشكل ده والساعة بتساوي اتنشر. معنا دلوقتي يا شباب هبدأ اليوم. انا لسه في بداية اليوم عندي. فالساعة هتبقى سفر. ليه سفر? عشان انا لسه بادئ دلوقتي اليوم. طيب الشرط اللي بعده. لو دلوقتي خلينا ناخد نفس الكلام ده كده. لو دلوقتي التوقيت بتاعي مثلا بي ام. والساعة اصغر من اتنشر. يعني ايه اصغر من اتنشر? يعني 1 2 3 4 5 6 لحد 11. تمام كده? معناها ايه دلوقتي يا شباب? يعني انا بقولك دلوقتي الساعة 2 بي ام. اتنين بعد الده. يعني ايه الساعة اتنين بعد الده. يعني انا محتاج دلوقتي ان انا زود اتنشر ساعة الاولين اللي هما من بداية اليوم من بعد الميدنايت لحد الده. وبعدين احط عليهم الرقم اللي انت هتدوني في الساعات. يعني ما ييجي حد يقول لك الساعة دلوقتي اربعة بي ام. اربعة العصر مسلا. يبقى انت محتاج تزود اتنشر ساعة الاول انين على الاربعة تبقى الساعة دلوقتي ستاشر. فهقول له ان الاور دلوقتي زائد يساوي اتنشر. تمام كده يا شباب? طيب محتاجين بقى نطلع الاوتبوت النهائي بس فيه نقطة مهمة. هو كتب لك هنا لما الساعة تبقى مثلا تمانية ونص كده محتاج منك انك تحط سفر قبل التمانية. سفر تمانية تلاتين. شايفين? ولو الساعة مسلا تمانية وتلاتة مسلا دقيقة محتاج منك تحط قبل التلاتة دي سفر عشان يعرف ان هي تلاتة عشان التوقيت يبقى سفرين هنا وسفرين هنا. طيب جميل جدا. خليني نعمل نسميه وهبدأ اعمل هقول له لو الساعة اقل من عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هنحط قبلها سفر. لكن عشرة رقمين هتسيبها زي ما هي. طيب هنعمل ايه دلوقتي? هقول له الريزولت زائد يساوي وحط السفر قبل الرقم. بعدها على طول ده في حالة انه الساعة يا شباب اقل من عشر. بعدها على طول هروح ماسك الريزولت واقول له زائد يساوي ونحط الساعة بتاعتنا. بس محتاجين الساعة اللي هي الرقم اللي انت مديوني ان هو يكون سترينج. فهقول له تو سترينج. واضف له الساعة. يبقى انا دلوقتي ضفت في الريزولت او في النتيجة اللي انا هرجعها في النهاية. لو العدد بتاع الساعات اصغر من عشرة هضيف قبله سفر وبعده على طول هروح ضايف الريزولت بتاعتنا. تمام كده? تمام. طيب لو الساعة بتاعتنا عشرة. يبقى الشرط ده مش هيتحقق وهيضيف العشرة بس زي ما هي كده. هناخد نسخة من الكلام ده تاني. ونعمل الكسة دي في الدقايق بقى. نفس الموضوع بالزبط بس في الدقايق. خلينا ناخد كده المنت. لو المنت اصغر من عشرة. هيقول ريزولت زايد يساوي سفر. وبعدين بعد اذنك ضف لي المنت في الاخر خالص. وبعد ما نخلص خالص ترجع لي بعد اذنك الريزولت بالشكل ده وان شاء الله ما يكونش فيه اي مشكلة ونشوف مع بعض. تمام. يا رب بس تمام. ونبص برضو على الحلول بصة كده. على فكرة كل الاف كونديشنز دي ممكن تختصرها او ممكن تعمل هنا في سطر واحد. بس انا والله بحاول ابسط الامور واشوف الوضع امور. ايه الكلام ده? لو الساعة بتساوي اتناشر. وهنا زايد يساوي اتناشر بس كده خلاص. لما انا كتبت حاجات زيادة ليه? اه هو عامل هنا للطايم. حلو والله. حلو فيه شوية حلول لطيفة. وده برضو جميلة الطريقة دي. وده مكبر الموضوع قوي 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 يعني لدرجة مش عارف يعني ليه كده? شكله كان عايزي فرق طاقته في الكود. طيب الحمد لله. يا رب يا جماعة الدرس او المشكلات تكون بسيطة. نشوفكم انشاء الله مع فيديو جديد والسلام عليكم.